أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عيدكم من النار مبارح كتل جمعة الثانية من شهر رمضان الكريم ولو بصينا حلق الأيام بتجري بسرعة جدا يعني كمان جمعتين حيكون انتهى هذا الشهر العظيم ولازم الإنسان طوال هذا الشهر يعمل حسنات كتير عشان ياخد تواب كبير وهو صائم ولكن ما هي أبرز الأعمال المستحبة في أيام المغفرة الوسطى في هذا الشهر زي الإنسان يفضل طول الوقت يعمل حسنات ويعمل ثواب وهو صائم يمكن ده السؤال اللي بيشغلنا لأيام حقيقة مصطفى يمكن كنا بنتكلم قبل الفقر على طول أنه رمضان يعني خلاص احنا مش مصدقين ان احنا النهاردة 13 رمضان وحنا بالفعل في نص العشر الوسطى رمضان بيجري بسرعة لكن ربنا سبحانه وتعالى لسه مدينا فرصة ان احنا نكمل فيها بصالح الأعمال ونكمل فيها أو ندوس بنزين زي ما بيقول هنعرف بقى من ضفنا اللي منورنا النهاردة شيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأظهر الشريف أهلا بك يا فندم أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يعني عايزين نعرف منك كده فضل العشر الوسطى في شهر رمضان الكريم يا رب ان الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنقهار رمضان زي ما ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقول أياما معدودات يعني أيام قليلة وينتهي الشهر العظيم وهو هدية من الله سبحانه وتعالى لي لدي عتق الرقاب ومغفرة الذنوب وسطر العيوب ورفع الدرجات يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى المؤمن الذكي الفاطن هو اللي يقدر يستغل الأوقات ويقدر ياخد أعلى الدرجات من صيامه لشهر رمضان ومن الأعمال الصالحة اللي بيعملها في شهر رمضان يمكن مهم جدا وناس كتير ما بتاخدش بالها من كده إطعام الصائم إفطار الصائم النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقابته من النار وكان له من الثواب مثل أجل هذا الصائم من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء يعني ثلاث جوائز عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها فقط للشخص اللي يفطر صائم مغفرة لذنوبه ده رقم واحد عتق رقابته من النار ده رقم اثنين ياخد نفس ثواب الصائم ونفس أجل الصائم من غير ما ينتقص ده من أجل الصائم شيء فده أمر عظيم جدا وخصوصا أن الأمر مش محتاج لشيء كبير النبي صلى الله عليه وسلم أخبارنا أن من فطر صائما يعطى هذا الثواب حتى وفطر صائما على شربة ماء أو مذقات لبن أو على نصف تمره فيجب على كل واحد فينا أنه يدور عن الفقراء والمساكين نحن كنا نشوف دايما في الشعب المصري الناس وهي مروحة بيوتها قبل الفطار بشوية ناس بتستوقف السيارات وناس بتستوقف الميكروبوسات والأوتوبيسات وما شابها لك عشان يدوهم عصير بس والله لسه فيه لغاية دلوقت أنا عايزة أقول لحضرتك أنه في كل أماكن سكنية فيه كده زي بيبقى فيه بيت معين موجود فيه بتجمع فيه كل الشباب عشان خاطر يعملوا إفطار وبيودوا الوجبات دي عايزة أقول لك لضواحي كثيرة جدا في المحافظات مش بس في القهارة في المحافظات كمان الحاجة اللي ما يدركاش بعض الناس إن إفطار الصائم طبعا يفضل نحن ندور على الإنسان الفقير لكن هذا الثواب يعطى حتى لو فطرنا واحد غني يعني العزومات اللي بتحصل في رمضان واحد بيعزم أسرته واحد بيعزم والدته واحد بيعزم أولاده واحد بيعزم أحفاده ويقعدهم عنده في البيت ويفطره مع بعض له هذا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى ثواب من فطر صائما فالأمر متاح بالنسبة للجميع والأمر ما فيه مشكلة رقم اتنين وده من الحاجات المهمة جدا جدا في شهر رمضان المحافظة على الصلوات المفروضة في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح والحديث موجود في صحيح البخاري وكثير مننا ما أخدش باله منه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته في أحسن الوضوء يبقى الشرط الأولى أنك تتوضى في بيتك قبل ما تروح المسجد من توضأ في بيته في أحسن الوضوء ثم أتى المسجدة لا يريد إلا الصلاة رايح بيت ربنا سبحانه وتعالى عايز يصلي بس أو عايز يعمل عبادة من العبادات اعتكاف ذكر قراءة قرآن حضور مجالس علم ثم ذهب إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة كل خطوة بيخدها للمسجد خد بقى للمسجد عشر خطوات عشرين خطوة خمسين خطوة تلاتين خطوة كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة فإذا دخل المسجد أول ما يحط رجله في المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ورايح المسجد بدري قبل ما أدن يدن طول ما هو قاعد في المسجد يذكر ربنا سبحانه وتعالى أو حتى قاعد ساكت بس هياخد ثواب الصلاة كأنه بيصلي مادام الصلاة تحبسه يعني مادام هو منتظرا للصلاة وتصلي الملائكة عليه طول ما هو قاعد في المسجد تصلي الملائكة عليه يعني تقول اللهم مغفر له اللهم مرحمه اللهم مغفر له اللهم مرحمه ما لم يحدث يعني ما لم ينتقد وضوءه هذا ثواب عظيم جدا حضور الجماعات والصف الأول والنداء كل ده له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى لو يدرك الإنسان منه ده منها مثلا صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعد صلاة الظهر الصلاة هي أربع ركعات قبل الظهر دي سنة من السنن التي تفتح فيها أبواب السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه في أحاديث صحيحة أربع ركعات قبل الظهر بيسموها سنة الزوال طيب ولو صلنا أربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر يقول النبي في الحديث الصحيح من حافظ على أربع صلاوات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار حديث عظيم جدا وكتير من الناس ما بيخدش بانه منه يا دوبك الأربع ركعات بتاع الظهر لو صلاهم ويجري مسرعا علشان يلحق يروح البيت أو علشان يلحق عملوا مع أن الأربع ركعات اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر دول يحرمه الله تبارك وتعالى بيها على النار رحم الله عبدا صلى أربعا قبل العصر ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي عايز رحمة من ربنا سبحانه وتعالى يصلي أربع ركعات بعد العصر من أرد أنه يعمل عمرة وحجة وهو مش قادر أنه يعمل العمرة والحج نتيجة مثلا التعب التكاليف المالية وما شبه ذلك النبي يقوله على حل بسيط جدا ياخد به نفس السواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة يبقى هيصلي صلاة الصبح في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى ارتفعت الشمس بقدار رمح فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تامة 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 جميل كل ده ثباب عظيم جدا لإنسان يقدر يعمل عمل بسيط ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويجد على ذلك مكفأة عظيمة جدا يوم الجمعة اللي احنا فاتم بارحة هو بس لسه فاضل جمعات تانية هنقول للناس سنة يمكن كتير من الناس ما ياخد شباله منها خالص وعلماء السنة كلهم بيقولوا إن ما فيش حديث له مثل هذا الثواب ولم نرى حديثا له مثل هذا الثواب يعني عمل بسيط جدا لكن له سواب عظيم جدا والحديث صحيح عن أوس بن أوس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر يوم الجمعات وابتكر من غسل يوم الجمعات واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ثم دنى من الإمام واستمع ولم يلغه كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها خطوة واحدة لا ياخدها للمسجد بس يعمل الخطوات دي كلها غسل واغتسل ياغتسل يوم الجمعة وياغسل رأسه ويتأكد من نظفته علشان ما يؤذيش الناس وبكر وابتكر يروح للمسجد بدري ما يروحش بعد ما الإمام يطلع على المنبر ولا في الرقعة الأولى علشان يقولك احنا مش عايزين نسمع الخطوة يبقى من غسل يوم الجمعات واغتسل وبكر وابتكر ومشى يوم الجمعة ما فيش مشكلة بقى أن احنا نمارس الرياضة وبدل ما بنركب العربية ولا بنركب مواصلة علشان نروح للمسجد لا نمشي للمسجد علشان الرياضة شيء كويس وشيء جميل ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنى من الإمام وهو راح بدري فقعد قدام ما قعدش في آخر المسجد واستمع ولم يلغو قعد سامع للخطبة منصط للخطبة مستجيب لكلام الإمام مركز يحسن استماع القول ويتابع أحسن القول كان له بكل خطوة شوف بقى كل خطوة بيروحها للمسجد أجل سنة والحديث صحيح صيامها كأنه صام السنة كلها وقيمها كأنه طول السنة قائم لله سبحانه وتعالى يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى شوف بقى يبقى كده لو بينه وبين المسجد خمسين خطوة يبقى خمسين سنة صحيح بينه وبين المسجد مئة خطوة يبقى مئة سنة كلها أعمال جميلة وكلها يعني أشياء تضاعف الثوار نعم ولكن أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عطب من النار ما هو المعنى المقصود من الرحمة وما هو المعنى المقصود من المغفرة في الأيام الوسطى من الشهر الكيل طيب دعنا نتفق على أن الحديث ضعيف لكن الحديث الضعيف يعمل بها في فضائل الأعمال الرحمة هي رحمة الله تبارك وتعالى التي تعم كل شيء ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسع جدا لكن احنا مش قادرين ندرك هذه الرحمة عشان ندرك هذه الرحمة ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ده عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ربنا كأنه قسمها إلى مئة جزء فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا واستبقى عنده تسعة وتسعين جزءا فمن هذا الجزء الواحد يتراحم الخلق تصور أنت تشوف إنسان ضعيف فألبك كلا يحن عليه أو ابنك الصغير فألبك يحن إليه دي رحمتك أنت بيه دي جزء من جزء واحد من مئة جزء أنزل الله جزءا واحدا إلى الأرض واستبقى عنده سبحانه وتعالى مئة جزء يرحم فإحنا عايزين بقى الرحمة دي تنعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك فقال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني أنت عايز بقى رحمة ربنا في الجزء الأولاني أو عايز مغفرة ربنا في الجزء التاني عايز الرحمة يبقى ارحم الناس ارحم الناس يعني ارحم زوجتك اللي بتتعب وهي بتعمل الأكل وإنت ترجع غضان شوية من العمل فتقول لها الأكل مش عاجبني أو تقول لها أن أنت لسه ملحقتيش عملت الأكل أو البيت مش بتوضب أو 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 ده جزء من الرحمة ارحم أولادك وتعامل معاهم بنطف ومودة فهكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى الصحابي لما دخل على النبي فوجده يقبل الحسن أو الحسين فبيقول له يا رسول الله أتقبلون الصبيان الطفل صغر وحتقبلوا إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا أنا عندي عشر عيال عمري ما بست واحد فيهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك طب أنا هعمل لك إذا كان ربنا نزع من قلبك الرحمة أنا هعمل لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم عايز مغفرة ربنا سبحانه وتعالى تعمل إيه في الجزء الأوسط من شهر رمضان يقول لك ربنا سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحو ألا يحبون أن يغفر الله الله لهم يبقى أنت عايز ترحب الناس خلي قلبك نظيف خلي قلبك خالي من الحقد والغل والحسد مش قادر سامح ما هو ربنا عشان كده قال وكان الله عفوا قديرة المغفرة تحتاج إلى قدرة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كده وكان الله عفوا قديرة بيجي واحد تقول له يا عم سامحوا بعد احنا في رمضان يقول لك يا أخي أنا مش قادر سامحوا أنا مش قادر سامحوا أنا مش قادر هقول لك حديث وإن كان فيه أيضا ضعف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم خلي بالنا من هذا الحديث مهم جدا ألا أنبئكم بشراركم قالوا يعني بلى إن شئت يا رسول الله مين شرارنا دون قال إن شراركم الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده شخص عايش لنفسه بس عايز يستمتع بالحياة لوحده بس إنما ما بيحبش غيره أفلا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى إن شئت يا رسول الله فئة أسوأ من كده قال من يبغض الناس ويبغضونه لا بيحب حد ولا حد بيحبه أفلا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى إن شئت يا رسول الله قال الذين لا يغفرون ذنبا ولا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ما حد يقوله طب ما عليش تسمحني المرة يقول لا أنا بص أنا ما بسمحش حد أنا بقى ما عنديش سماح قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى إن شئت يا رسول الله قال الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره أو كبا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم دول شرار الخلق اللي احنا بنقول للناس ابعدوا عنهم وعن أخلاقهم عشان تنالوا مغفرة ربنا في الجزء الأوسط من شهر ربطان طب في سؤال مهم جدا يعني الناس كتيرا بيعزين يعرفوا إجابته يعني أنا إزاي أقدر عرف أننا صيامي مقبول طيب أولا أمره القبولي إلى الله سبحانه وتعالى يعني احنا ما نقدرش نقول إن فلندا قبل عمله ولا لم يقبل عمله الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل الأعمال لكن في بعض الشروط تدل على قبول العمل كلما أخلص الإنسان في عمله كلما كان هذا أرجى للقبول لأن ربنا بيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رقم اثنين الطاعة تجر إلى الطاعة لو وجد الإنسان نفسه بعدما عمل الطاعة عايز يعمل طاعة تانية هذه علامة على قبول الطاعة الأولى ليه؟ لأن الطاعات تجر إلى بعضها بعضا فكلما كان الإنسان بعدما عمل الطاعة دي عنده إقبال على طاعة تانية يبقى ده علامة على قبول الطاعة انفتاح القلب إلى دعاء ربنا سبحانه وتعالى علامة على قبول هذا العمل يعني إما تلاقي نفسك ربنا بيوفأك للدعاء ربنا بيوفأك أن أنت تعمل العمل الصالح وتدعي ربنا بعديه وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى أنت ده دليل على أو علامة على قبول هذا العمل كونك تدعي ربنا أن يتقبل منك هذا العمل الصالح يعني ممكن الإنسان بدعاءه ده يصل إلى أن أعماله كلها تقبل من الله سبحانه وتعالى وبناء عليه هناك عدد من الأشياء زي ما حالك قلت بتظهر أن الصيام مقبول طب ما هي العلامات التي تظهر أن الصيام غير مقبول والله مش عايزين نقول لناس أنها تظهر أن العمل غير مقبول علشان الناس يعني لا تقنطوا من رحمة الله لأن ربنا سبحانه وتعالى فضل واسح لا بس احنا بندق جرس الإنذار يعني نقول جدا إيه خلي بالكو آه إما نقول للناس أن العمل من غير تركيز أن العمل من غير خشوع يعني أنا بقرأ القرآن بلساني بس رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إما الإنسان يقرأ القرآن وما يعملش بما فيه يقرأ القرآن وما يدروش حقه في القراءة في أحكام القرآن الكريم اللي هو من لم يجود القرآن آثمه لأنه به الإمام والإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل كذلك لما يجد الإنسان نفسه بيعمل الطاعة وبعدها بيسيب الطاعة ويروح للمعصية عشان كده بنقول للناس بعد رمضان ده اختبار صعب اختبار مهم يوم العيد مش يوم معصية لله سبحانه وتعالى إحنا يوم العيد ده يوم نفرح فيه بطاعتنا لله سبحانه وتعالى فإذا أنت يوم العيد بيزلت في المعاصية بتجري عشان تغضب ربنا وما أكثر الشباب اللي بيعمل كده يبقى أنت كده كأنك تضيع هذا العمل الصالح اللي أنت عملته إن كان أصلا قد قبل ونسأل الله تبارك وتعالى القبول يعني نسأل الله قبول وقبول صالح الأعمال نشكرك شيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأظهر الشريف شكرا على وجود حضرتك معنا وكل سنة حضرتك طيب شكرا جزيلا يا مولانا نورتنا الله يكرا لك سيدنا طيب سيدنا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم الفقراتنا معكم خليكم معنا